بعد صهور عدد من الحالات خلال الأسابيع الماضية بتشير إلى وجود عدد من التجاوزات داخل أقسام الشرطة بدأت ملفات كثيرة تطرح للنقاش البعض بيتكلم عن تعذيب البعض بيتكلم عن اختفاء قصري البعض بيتكلم عن معاملة غير حقوقية داخل السجون دي ربما يكون عنوين لكن الحقيقة عشان نبقى موضوعيين في هذا الحوار احنا عايزين نطرح هذه الموضوعات على تقويلة الحوار دون أن تكون هناك أحكام مسبقة كل شيء أو كل فرطية قابلة للاختبار ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد زارة رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائية أهلا بك أنا وحاكة نبقى ماشيين في الحوار ده كأن فيه جراح بيماسك مصر وبيحاول يكون منصف حتى لا نظلم أحد ولا نتغافل بعض الأمور بصراحة شديدة هل يمكن أن يكون هناك عنوان يوضع بأن هناك تعذيب في السجون في مصر مؤكد في حالات يعني كل فترة بتطلع ويتقال فيها أن فيه تجاوزات كبيرة خلينا نقول إن التعذيب موجود من فترة طويلة يعني مش بس موجود في الفترة ديت لكن ده كان أحد أسباب يمكن سقوط نظام مباركة إنه الناس كانت خرجت حتى في 25 ينة تتكلم على الحرية وتتكلم على الكرامة الإنسانية المجلس هو الإنسان الدولي قال إن التعذيب في مصر منهجي لأكتر من 20 سنة عندنا بدون مبالغة عارف يا فندم أنا مهتمة أن أنا أسمع رأي حضرتك كأحد العاملين في مجال المجتمع المدني المحلي لأن دائماً إحنا عندنا صورة أن المجتمع الغربي متربص بنا فيما يتعلق بتقريره خاصة بالحريات والحقوق أنا عايزة الرؤية اللي إحنا نطرحها النهاردة هتطرح من وجهة نظر وطنية صحيح داخلية وليس عايباً أن نصلح بعض الأمور أو أن نعترف بها عشان كده أنا بقول إن إحنا عايزين نقول كلام مزبوط بالضبط وإنا متوسمة في حضرتك ده بالضبط لأن لو قلت تعذيب دي جملة عاماً تعذيب على نطاق واسع تعذيب محدود ولا الصورة شكلها إيه بالضبط إحنا عندنا مشكلة قديمة حديثة زي ما بيقول للأسف يعني خلينا نقول إحنا لازم نشتغل لو إحنا عندنا يعني فعلاً رغبة حقيقة في القضاء على الآفة ديت اللي هو التعذيب اللي أتصور إنها شيء مخزي إنه يتقال إنه المصريين بعض منهم بتعذب أياً كانت الدرجة وأياً كانت الحجم الناس اللي بتتعذب دي إهانة يعني سواء كانت فردية ولا كانت جماعية في النهاية في كارثة في مصر اسمها التعذيب ونظر ما قلت دي كانت أحد أسباب يمكن سكوط نظام مبارك وللأسف الشديد الوضع استمر بعد ذلك خلينا قلت عدة مفاركات مثلا يعني لو رحنا لمحكمة وشفنا عدد الأضايا المطروحة أمامها للتعويض عن التعذيب هنلاقيها ربما بعشرات الألوف بتاخد كل سنة من خزينة وزارة الداخلية ومن خزينة الدولة مبالغ ضخمة جدا لو جينا العدد الأحكام اللي بيتم إصدارها على الزباط المتهمين باستعمال القصوة أو بالتعذيب هلقيهم عدد قليلة جدا على مصطوبة مثلا حتى الـ 15 سنة اللي فاتت عدد قليلة جدا يعني عاوز أقول إن مش كل حالات التعذيب بتصل للنيابة ومش كل حالات تعذيب بتصل للنيابة بتستمر للنهاية بتروح للمحكمة ولذلك الناس أحيانا بتبحث عن الطريق الأسهل أنا تعرضت للتعذيب في اسم أو في سجن بروح أرفع عديد تعويض وباخد أحكام قضائية بالتعويض وانطال الأمر على ذلك ولذلك في مشكلة عندنا اسمها التعذيب للأسف الشديد موجود في زيارة المفارقة التانية المفارقة التانية عاوز أقول حك عليها إنه حالات التعذيب اللي احنا بنتكلم عليها وبنهتم بيها كلها موت يعني تعذيب أفضل إلى الموت بس يعني ما بنتكلمش على واحد الضرب ولا واحدة شتن ولا واحدة هان يعني هل بقى تعريف التعذيب في مصر هو الموت دي فكرة تانية لازم نقش دي فكرة مهمة الحاجة التالتة التعديلات التشريعية اللي احنا بننادي فيها من سنوات طويلة وعندنا أمل فيها أنا أظن ده سبب رئيسي في الاستمرار ده طيب أنا هتكلم عن مسألة التشريعات بس النهاردة اللي هو بقر عبد الكريم بيقول لي فيه زابط كده من قطاع حول الإنسان موجود في كل الإسان وهذا الضابط مهمته إن أنا لو ليه شكوى أو ابني دخل السجن أو بنتي أو أخويا أو أي حد تلقى تعذيب داخل اسم الشرطة أو بالطبع طبعا داخل السجن إن أنا أتقدم بشكوى مفترض أصلا الضابط ده يرائب أنا حتى سألته بشكل واضح الضابط ده كان موجود في المطرية وكان موجود في الأقصر اللي حصل فيها تعذيب حتى الموت يعني وطبعا فيه تحقيقات لنيابة أنا أحترم هنبقى موضوعيين في المسألة لكن مسألة التقارير بقى اللي بتوسق ده يعني إيجا حضرتك كان منظمة مجتمع مدني ترصد حالات معين وخاصة أن كان فيه زيارات من منظمات المجتمع المدني ومجلس القاومة الحقوق الإنسان للسجون دي أنتوا بعضتوا تقارير للداخلية بتقول هذا الكلام نفي تعذيب مش إحنا نقول بس كده يعني خليني أقول آخر تقارير عملته النيابة العامة المصرية اللي هي الجهة الوحيدة اللي منوط بيها التفتيش على السجون وإسام الشرطة في إبريل 2015 خرج التقارير وتصدر للمرحوم عشان بركات النائب العامة طبعا الله يرحمه أنه فيه تجاوزات ضخمة جدا في إسام الشرطة وترفع يعني أنا مش أعول حتى على الكلام ونظمات حقوق الإنسان ولا شكاو الأشخاص اللي هما بيدعوا أنهم ضحايا أنا هتكلم على تقرير رسمي تقدمت به النيابة العامة السيد وزير الداخلية من عدة أيام يعني بيعتذر عن وقعة في الأقصر السيد وزير الداخلية بيأكد على حسن معاملة المواطنين السيد رئيس الجمهورية حتى وهو بيلتقي بالسيد الزباط أنا أظن أنه خطابه يعني بيتكلم على التحديات بيتكلم على الإرهاب وخد أكبر جزء بالخطاب ربما لأنه ده التخوف الكبير لكن كمان اتكلم على حسن معاملة المواطنين وقال أنه في تجاوزات قد تكون فردية لكن خلينا نقول أنه دهاجس موجود عند الدولة لأنه مش بس الشعب المصري يستحق ذلك لكن مصر مش في احتمال أنها تحدث فيها أي نوع من أنواع يعني الفوضى أو اللا ما هو دايما لما حد بيتكلم عن الحريات وحقوق الإنسان يقولك يعني حرام عليكم راعو الظرف الأمن اللي احنا فيه التهديدات المتعلقة بالأمن القومي المصري لكن أنا عايزة أن نبقى إيجابيين يعني عايزة أن احنا عندنا قضية ما وفكرة المجتمع المدني عن فكرة فكرة شديدة الخطورة يعني هذا المجتمع هو مراقب لما يحدث وبالتالي دور منظمات المجتمع المدني اللي بيأمل فيه البعض يا أستاذ محمد وأنا أخطب حضرتك في هذا الأمر مش بس أن احنا نعمل تقارير احنا نتابع التقارير اللي عملته النيابة وراح للنائب العام حصل في ايه التقارير اللي احنا بنبعثها ليه وزارة الداخلية ولقطاحه والإنسان حصل ايه في الواقع واحد اثنين والثلاثة في رد ولا ما فيش رد نفضل نناضل من أجل الوصول إلى نتائك أكيد دا دا دور بيعملوا المجتمع المدني بيعملوا المجلس القومي الحكومي للإنسان حتى لو هو مجلس شبه حكومي وتابع للدولة طول الوقت بيطلع في تقارير وطول الوقت كمان بيش بس مجرد تقارير لكن كمان كتير منهم بقت منظمات دفاعية كويس يعني بتقدر تتولى الدفاع اه الدفاع عن الضحايا وبتوصل معهم للمحاكم وبتشتغل على طائقهم فأنا أتصور أنه الموضوع محتاج لجهد كبير من أطراف متعدد لازم نعترف بالمشكلة لازم نشوف ايه السبب فيه اعتراف من الداخلية يعني اللغة الحوار في قطاع الإعلام وعلى لسان وزير الداخلية نفسه بتقول أنه فيه اعتراف أنه فيه تجاوزات فيه اعتراف أنه فيه تجاوزات لكن هتستمر التجاوزات مش قرار من وزارة الداخلية لكن لأنه الصغرات اللي موجودة ما زالت موجودة يعني خلينا أقول لحضرتك مثلا المثلا اللي حكي قلتينه أنه فيه ظابط موجود من حول إنسان أو من قطاع حول إنسان داخل كل اسم الشرطة ايه مسئوليته أنا أقول مرة أعرف لا أنا بقى أنا هوجه السؤال لمعالي الوزير معالي الوزير الداخلية ايه مسئولية الظابط دوت اللي حصل فيه حالة بوت فيه الاسم اللي موجود فيه هل تم حالته للتحقيقه هو رخر السيد مأموري الاسم أو السجن اللي ممكن تحدث حالة وفاء أو تعذيب الآخر ايه دوره في الموضوع القانون المصري غفل عن ذلك يعني وقعة التعذيب تحصل بالظابط على مواطن الظابط بس هو اللي تحاكم وممكن حتى الرئيس النهاردة كان بيقول القيادات أنتم يجب أن تقدموا المسأل والنصيحة فهو فعلا مسألة القيادات جزء حاكم في مسألة الأداء العام أنا ما أقصدش للنصيحة ولا أقصد المتابعة أنا أقصد المسئولية الظابط اللي موجود في اسم المأمور مسئول عنه الظابط اللي موجود في السجن المأمور مسئول عنه ولذلك تعديل نص بسيط ومدير الأمن مسئول عنه أكيد بشكل إداري لكن خلينا أقول بقى حاليك المفارقة التانية يعني مثلا في موضوع التعذيب ما فيه الظابط في مصر تقريبا يتحكم بالتعذيب كل الزباط اللي اتحكمت أو معظمهم هتلاقيهم تم اتهمهم بموضوع استعمال القاسو اللي هي استعمال القاسو لا ده عقوبته تصل للغرامة وتصل للسجد البسيط عكس التعذيب اللي ممكن تصل عقوبته للإعدام طبعا بس شروط التعذيب قاسية جدا عشان تحكم على واحد إنه عزب لابد إنه يكون ظابط بيعزب متهم وعاوز ينتزع منه اعترافه طب لو أي حاجة من الثلاثة دول أو من حاجتين الآخرين دول سقطوا باش تعذيب يعني لو ظابط أو فرد أمن ببالي الظابط فرد أمن بيعزب واحد في الحاجز بالليل مش عاوز منه حاجة بيتسلى عليه ده مش تعذيب حتى لو مات حياة تعبير محزنة تعبير محزن يعني أتمنى إنه ما يكونش موجود على أرض الوقت أتمنى ده أتمنى حكاية إنه نصابة السلة على مواطن دي يا رب يا رب والله العظيم يكون موجودة فعلا أنا يعني فللأسف ده مع تعذيب ده استعمال قاسو استعمال قاسو ممكن تصل العقوبة للغرام ولو فيه موت حصل يبقى ضربه أفضل الموت برضو عقوبته طيب أنا هناشط برضو ضميرك المهني عشان حتى ما نبقى ضرمنا الداخلية أنا على فكرة كان مفروض يبقى معنا اللواء محمود فوزي كنت أتمنى هو ما كنت موجود رئيس الوحدة العام هو متعاون على فكرة هو الإنسان كان مفروض هيحل علينا ضيفا عزيزا واعتذر إحنا هذا الحوار اللي بيقوله اللي بوجريه على الهواء الآن مع الأستاذ محمد الزارة هنبعث لحضرتك يا سيد اللواء سي دي بي علشان تستمع إلى ما يقوله الأستاذ محمد الزارة كأحد النشطاء في مجال حول الإنسان والحوريات علشان نبقى بنتواصل بشكل إيجابي لا يعني اقعدوا تفكروا إن احنا هدفنا والحمد لله يا رب البرنامج ده عمر ما كان هدفه لا نستعرض حاجة ولا نتخذها من حد ولا ننتقص من الدور الوطن اللي بيقوم بي حد لكن احنا عايزين ندير حوار موضوع طيب هنقل بسرعة عشان عندنا نقاط كتير من مسألة التعذيب إلى مسألة الاختفاء القصر عندنا في مصر حاجة اسمها اختفاء قصر كان في فترة الرئيس الأسبق مبارك حالة اختفاء قصر ممكن يصلوا بمهين 50 و60 حالة ودول أشخاص تم القبض عليهم في ظروف معينة هي وقت الإرهاب واختفوا في السجون بعد القبض عليهم ودول أشخاص محدودين ومعروفين وأسمقهم معروفة وفي عدة حالات فردية للغاية نا بولك من 50 ل60 شخص موجودين طب ألان الآن معظم الحالات الموجودة أنا في وجهة نظري وتبقى لتعريف الاختفاء القصري ممكن تسميه اختفاء بسيط ممكن تسميه احتجاز بدون وجه حق لأن الاختفاء القصري معناها أن شخص يتم القبض عليه ويختفي تماما ولا يتم العصور عليه حتى بعد فترات طويلة الواقع اللي كان بيتكلم عليها بعض النشاطاء الفيسبوك خلال الأيام الماضية لو واحد اختفى أسبوعين أو ثلاثة ده مش اختفاء قصري اختفاء قصري إن واحد يختفي لأبد يتبخر يعني ودول بقول لحضرتك في عهد الرئيس الأسبق مبارك فيما بين خمسين وستين شخص وصاقتهم من منظمة المصرية وجمعية مساعدة السجناء لكن الآن الآن يعني لو في حالات لو في حالات اختفت من أكتر من سنة ويقينا تم القبض عليها عن طريق الأمن ده يعد اختفاء قصري غير كده ده اختفاء بسيط وأيضا نعتبره جريمة يعني بمعنى إنه وجود شخص مختفي من غير ما يتم عرضه على الجهات التحقيق ده في حد ذاته جريمة تستوجب بالمسؤولية يعني بمعنى إن الشخص اللي حجزه بيسموه في القانون احتجاز بدون وجه حق طيب هل عندنا فعلا بشكل واضح توسيع في دائرة الاشتباه هل في عادة كبير جدا من الناس مقبوضة عليها في السجون فقط من أجل هذا المفهوم الواسع توسيع دائرة الاشتباه يعني خلينا نقول الأعداد مش يعني مش معروفة بشكل يقيني في بعض الناس بتقول إنهم يصلوا لأربعين ألف الداخلية بتتكلم على 11 ألف المسافة اللي ما بين كده وكده يعني دي محل جدد الجهات الوحيدة 11 ألف وهذا رقم يعني سهل يعني عدد الأشخاص اللي تم الأبضى عليهم وإحالتهم 11 ألف طب في توسيع دائرة الاشتباه ده رقم كيف لا مش دائرة الاشتباه دول اللي تم الأبضى عليهم في الفترات الماضية أيها كده أنا أقف من الرقم كده لا لا في الفترات الماضية وتم تقديم من المحاكمات بمناسبة الأحداث اللي بتاعته تمام فالرقم يقينا اللي تعرفه جهتين وزارة الداخلية موسلة في مصلحة السجون والنيابة العامة تمام ولو في جهة تانية إحصائية أنا ما أظنش إن في حد عنده القدرة إن يقدر يصل للرقم الدقيق طيب نيجي بقى لحالات أو حالة حول الإنسان والحريات في مصر هل عندنا مشاكل هيكلية بصراحة شديدة في هذا الموضوع ولا عندنا بعض المشاكل اللي يمكن التعامل معها ومقبولة يعني مثلا بصراحة شديدة البعض قال لي يا سلام عليكم وإنتوا قادمين تتكلموا على الحريات وحول الإنسان ما قلتشوا الكلام دا ليه بقى وإنتوا شايفين أحداث باريس والشرطة في فرنسا بتفرط في استخدام القوة والتعنيف بهذا الحد محدش يعني طلع قال إن في استخدام مفرط القوة أو تعدي على حول الإنسان والحريات في فرنسا للقانون دا مدان في كل مكان في العالم إحنا مش ضد إن الدولة تكون أمنة يعني نسمعناش بنكيمون يعني لما حسان بهجة تم القبض عليه في مصر بنكيمون أعرف عن قلقه أيو يعني بنكيمون برضو مطلاش أعرف عن قلقه لما حصل التجاوزات لأن في استخدام لفكرة الإرهاب أنها تتعرض لأحداث كبيرة وأن اعتبارات الأمن طب يعني برضو أنا مش عاوزين إحنا نضحب حاجة من أجل حاجة لأعتبارات الأمن القومي شيء هاين ولا حتى يعني حقوق المواطنين وحرياتهم شيء هاين أنا أظن إن الاتنين مرتبطين ببعض يعني مش ممكن تعمل دولة فيها يعني قدر كبير من السبات ودولة قوية من غير ما يكون المواطن فيه بيشعر بحريته يعني مش ممكن بناء آدم عنده مشاكل اقتصادية وعنده مشاكل في الحريات وعنده مشاكل في أمنه وتطلب إن الدولة دي والمواطنين اللي فيها وبشكل كريم وبشكل يعني طبيعي فالأمور مرتبطة ببعضها الديني تقدير برضو لما يتعلق بحالة الحريات والحقوق في مصر من خلال متابعة حضرات إحنا عندنا مشاكل كبيرة مش هقول من خلالي أنا من خلال اعتراف الدولة المصرية في 300 توصية تقدمت ليها يعني في العام الحالي إنه مصر عندها 300 توصية ملتزمة بيها أمام العالم في كل مجالات حول إنسان يعني في مجالات المرأة والطفل في مجالات السجون في مجال الجمعية هي أعتقد اللي صدرت عن المنظمة تابعة للأمم المتحدة بالضبط اللي مصر عضوا فيها ومصر التزمت بال يعني بالتوصيات دي وقالت هتقطع شوط فيها وده يمكن دور المجلس مجلس الشعب القادم إنه عليه دور كبير في إطار تنفيذ التوصيات اللي مصر التزمت بيها فإحنا عندنا مشاكل تشريعية عندنا مشاكل حول إنسان دي كلمة واسعة جدا يعني مش بس السجون ولا التعذيب ولا الكلام ده حول إنسان ده كل ما تعلق بالإنسان يعني حقه بشكل اقتصادي في التعليم في الإعلاج صحيح كل الكطاعات أنا أظن عندنا مشاكل فيه فأول شيء عشان نحل المشاكل دي لازم نعترف بالمشكلة ونحط آليات للحال لو إحنا ما اعترفناش بالمشكلة وقلنا مثلا مصر ما فياش تعذيب طب دأ إنت مصر ما فياش تعذيب نهائي ولا فيها بعض التعذيب فيها بعض التعذيب طب إيه اللي خليح يحصل تفتيش على السجون وإسام الشرطة من خلال النيابة العامة اعمل الكلام ده عاوز تعمل ركابة ذاتية من وزارة الداخلية اعمل الكلام ده عاوز تعمل توعية للشعب علشان الشعب المصري ما يقبلش إن حد يهينه في الشارع اعمل الكلام ده عاوز تعمل خطوط ساخنة على كل الفضائيات وكل الأماكن البناء ده من اللي يتعرض لمشكلة يتحرك بها اعمل الكلام ده فإحنا عندنا ميراس سقيل للأسف الشديد عاوزين نخلص منه لازم الناس اللي هما مسؤولين عن إدارة الدولة يجيبوا ناس يعني خبراء في كل المجالات يشوفوا زي نطلع من المشكلة دي ونعمل خطوات لا احنا عاوزين يعني البلد تبقى فوضى ولا في نفس الوقت عاوزين نتمنى إن قريبا يبقى فيه اجتماع يدعو إليه وزير الداخلية مع منظمات المجتمع المدني المصري لما يبقاش فيه حوار ما بين هذه المنظمات تبدي ملاحظاتها في وجود يعني إجابة إن يبقى فيه إدارة لحوال إنسان في وزارة الداخلية المرجو من هذه الإدارة الكثير لكن مسألة إن يبقى فيه حوار ما بين منظمة المجتمع المدني اللي هي شغلها المسألة دي وما بين القطاع ده جوه وزارة الداخلية أعتقد أن يا مسألة موجود طول وقت موجود مع اللي واخر تفوزي يعني انتقيته طبعا مع اللي واخر تفوزي في معظم الندوات مع اللي هو بقرة عبد الكريم وزير الداخلية السابق أكتر من 3-4 اجتماعات تمت في عهده الحالي طبعا ما حصلش لأنه الفترة كلها فيها يعني شدة كبيرة لا هو محتاج في الفترة دي تحديدا أنه يعمل هذه الاجتماعات والله هو إحنا كلنا محتاجين يعني خلينا أقول الداخلية حتى لما طلعت بيان وبتتكلم بشكل طبيعي تقول إنه الداخلية ضحت وده حقيقي طبعا حقيقي وما حدش قدر ينكر وأنا عاوز أقول بقى حاجة كمان للوزارة الداخلية ومعاه الوزير الزابط اللي بيعذب ده الزابط اللي بيخطئ في حق الشهيد هو ده اللي بيسيق للتطبيعات الشهيد اللي آه وبيسيق للداخلية فده مش إبدا الوزارة ده راجل يعني وعلى فكرة فيه لغة لغة واضحة جدا في الخطاب الإعلامي وانا قلت اللي هو بوكر عبد الكريم هنا ده بتشير إلى هذه النقطة يعني فيه كلام بتقلهم بشكل واضح ان يعني لسا كان احد الزملائي الصحفين بيقول لي ما احنا مش محتاجين للإخوان يعملونا اللي بيعملوا دول هما اللي بيسيقوا لهذا الجهاز وهم اللي هيخلوا الإخوان أو غيرهم يستفيد لكن انا بس عايز أقول نقطة في نهاية الحوار اللي بقوله استاذ محمد زرع مهم جدا ان احنا نهتم بملف الحقوق والحريات واحنا بنبني دولتنا الجديدة اللي بنحلم بيها مش عشان مجتمع الدول يشيد بينا او ما يشيدش يعني المهم ان احنا نشتغل وارجوكو خلونا كلنا نوايانا جيدة يعني محدش يشكك ان اوستاذ محمد زرع ان يتو مش مسليمة هو بيقول الكلام ده وان هو يكسر في مفاصل الدولة وقطابه الهدام فيه مش بستخدمك يا اوستاذ محمد زرع عشان مفيرو علينا كأعلام الكلام اوستاذ محمد زرع رئيس منظمة العربية للإصلاح الجنائي نورتين النهاردة وزي ما وضرحاك هنبعت هذا الجزء من الحوار اللي هو فوزي علشان يرد على بعض التساؤلات اللي طرحها الأستاذ محمد زرع النهاردة بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في كلام تاني هنفتح ملف الحوار مع ضيوف الأعزاء في الستوديو حول الحوار ما بين الرئاسة والشباب كيف سيكون هذا الحوار وعلى أي شيء سيتم الحوار بعد الفاصل في كلام